أنا لا أستطيع أن أقول أنها كانت بهذا الشكل لكن أنا رجل بفضل من الله أحب أمارس النقدة الذاتية والنقدة الموضوعية لا يعني أن نقضي للأمر أنه موجود لكن نتطور مدام عندنا اليوم خارطة الطريق عندنا رؤية واضحة نحب أن يكون عملنا فيه شفافية بحيث أنت لما تستطيع أن ترصد الحركة من الخارج تستطيع أن تقضي على كل الإشعاعات الموجودة اليوم نظام الشركات إنما يكون فيها شفافية إنما يكون فيها مصداقية ما سونا شيء يعني فقط هو مجرد تغيير مسميات لا نريد أن ننتقل لهذه المرحلة صحيح فتر من الفترات السابقة كنا نطالب بعملية التغيير كان فيه جمعية عمومية لكن ما كانت يمكن بهذه الحرية المطلقة أنت تستطيع كمساهم أو كمطوف تستطيع أنك أنت تجي تقول رأيك مثلا نعطيني مثلا دائما تيجي نسبة التصويت 99.9 لمين هذه تكون لصالح المجلس مثلا ممكن يقدم لك الميزانية نسبة لأن الناس لو تبع الرئيس وجماعات أو الناس جبلوا على الطاعة بمعنى أن الميزانية الموسم انتهى والميزانية تحصل حاصل اعتراضي ليس له قيمة فلذلك خلينا أوافق عشان أضمن عمية الصرف ليا لكن نحن نبغى اليوم المرحلة لا تنتقل أكثر ونحن اليوم في ظل شركات أرباب الطواف بدأنا حقيقة أن نمارس هذا الدور بأمانة يعني إذا تحدي فرصة نتكلم بشكل أكثر وضوحا يعني اليوم مثلا عندك ستة الشركات الطوافة هي فقط مجرد تضع الخطط الاستراتيجية لكن أنشأوا في داخلها شركات قابضة الشركات القابضة أنشأوا ما يعرف اليوم مدير تنفيذي المدير التنفيذي يعني عنده صراحية مطلقة في عملية وضع الخطط بناء على توجهات الدولة وبناء على عنصر المنافسة أنا اليوم في السابق يعني الشركات الطوافة كان فيها الفساد في كل مكان يعني عشان أكون صادق يعني ما بدي يعني أنا أنتقد شيء واليوم أمامك في برنامج يعني بدي أقول لك لا ما فيه فيه بس ما تستطيع بس اليوم بهذا التغييرات قضت على الفساد نتمنى ذلك بالعكس لأن توجهت نظرك اليوم بالتغيير اللي حصل في الشركات هذه هي التي تسير في الطريق الصحيح أم أنه ما زالت تحتاج إلى التصويب في بوصلتها ما زالت في بعضهم تحتاج أن المساهم يمارس ديره الطبيعي بمعنى أن يحضر جمعية عمومية الدولة أعطتني هذا الحق فخلينا أمارسه كل مساهم يعني كل مساهم اليوم عندك شركة عندها جمعية عمومية جمعية عمومية من حق المساهمين كم عدد المساهمين في شركات؟ أتلك عددهم تقريباً 15-17 ألف أنت تريد أن يحضروا كلهم 17 ألف من حقهم النظام أو أعطانهم نظام أنا أسأل استفسر من كمثال شركتي أنا أفريقيا عددنا تقريباً ألف في شركة الدول العربية عندهم خمسة ألاف عشان تعقد الجمعية يجب أنها تتعدل 51% وكثيراً لأسف ما يكتمل النصاب في طريق عقد الجمعية أخرى إحنا اليوم من قداد برنامجك نحص أخواننا المساهمين أنت عشان شركاتكم في عنصر التنافس يجب أنكم تمارسوا حقكم الطبيعي في عملية المراقبة والمتابعة والشفافية في المقابل ترضى كذلك بمحاسبة الآخرين لك عشان تكون فيه معادلة صحيحة أنا أحاسبك وأرفض المحاسبة على نفسي لو أخطأتهم الحقي أنت تشوف هذه النقطة الوحيدة التي تحتاج إعادة نظر أنه كل المساهمين يجب أن يكونوا حاضرين أو ممثلين إن لم يحضر يوكلوا يوكلوا بمعنى أنا أتمنى وش الفائدة طيب وش اللي ممكن لما يحضروا 17 ألف مثلا أو نقول ألف مثلا حدثت في أحد المؤسسات بدون ذكرها أسقطوا المجلس أسقطوا المجلس واضطرت الوزارة أنها تعيد تشكيل وحدثت قبل أسبوع تقريبا وعادوا تشكيل المجلس هذه هي القوة التي يملكها المساهم النظام أعطانه هذا الحق فإنت من حقك كمساهم إن وجدت أن البوصلة بدأت تنحرف ما رجل حقك الطبيعي إِذَا ثانيا إِذَا ثانيا إِذَا إِذَا آخَ